بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله ووقاتكم بكل خير أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلاب معكم الأستاذ عبدالعجز الغصاب بإذن الله درسنا اليوم للصف الأول الثانوي أو الأول التأهيلي طبعا في مادة التربية المهنية درسنا اليوم في مادة التربية المهنية للصف الأول الثانوي طيب أحد الدروس اللي رح نتعلمها بإذن الله في الفصل الدراسي هذا واجبات والتزامات العمل رح نبدأ بتعريف واجبات والتزامات العمل من هو الشخص المسؤول عن هذه الواجبات والالتزامات من الذي يتوجب على صاحب هذا العمل أو من سيقوم بهذا العمل ما الذي من الواجب عليه القيام به ما هي الحقوق والالتزامات المعفوظة له طيب سيما تعودنا عندنا أهداف تعليمية راح نتعلمها في درسنا هذا احنا يش نبغل نتعلم من الدرس هذا يا عزي طلاب أولا أن نحن نتعرف على واجبات والتزامات العمل نذكر الطالب أو الطالبة واجبات والتزامات العمل فنتعرف عليها في البداية نبدأ في ذكرها نعدد أو أن يعد الطالب أو الطالبة الحقوق الوظيفية له كموظف أو للموظف اللي راح يشغل في المنشأة هذه فرح يتعرف على الواجبات والالتزامات راح يتذكر الواجبات والالتزامات أو أن يذكرها راح يبدأ في تعداد الحقوق المحفوظة له من الجهات المسؤولة يكتب واجباته أو واجبات الموظف الوظيفية فرح نتعلم في درسنا هذا هذه الأربع نقاط الأساسية يتعرف على واجبات والتزامات الوظيفة يذكر واجبات والتزامات الوظيفة أو العمل يبدأ في عد الحقوق والواجبات للموظف يكتب واجبات الموظف الوظيفية طيب راح نبدأ بشكل سريع ومبسط في تعريف الوظيفة إيش هي الوظيفة؟ ما هو العمل؟ طيب الوظيفة هي مجموعة من الواجبات والمسؤوليات التي تحددها السلطة ذات الاختصاص عشان إيش؟ عشان نؤدي واجبات ومسؤوليات متعلقة بالوظيفة اللي احنا نشتغلها طيب الوظيفة هي مجموعة من الواجبات والمسؤوليات مجموعة قواعد مجموعة أشياء مطلوب من الموظف القيام بها مجموعة من الحقوق يجب حفظها لهذا الموظف احنا هنا عرفنا العمل أو الوظيفة بصورة مبسطة فذكرنا أنها مجموعة من الواجبات والمسؤوليات من اللي يقوم فيها؟ يقوم فيها الموظف من يحددها؟ يحددها السلطة ذات الاختصاص أو الجهة اللي راح نعمل عندها الجهة اللي راح نعمل عندها هي من يقوم بتحديد الواجبات والمسؤوليات اللي راح نبدأ في العمل بها ممتاز؟ طبعاً السلطة ذات الاختصاص هي اللي راح تقوم بسن وتحديد الواجبات والمسؤوليات اللي احنا راح نسويها الموظف يقوم بتأدية هذه الواجبات والمسؤوليات للوظيفة اللي راح يدرسها راح يشتغل فيها ويتعلمها فزي ما قلنا مفهوم الوظيفة هي مجموعة من المسؤوليات والواجبات يقوم بأدائها الموظف من يضع هذه الواجبات والأساسيات والمسؤوليات هذه يضعها الجهات ذات الاختصاص علشان يتوجب على الموظف القيام بها وتأديتها بالشكل المطلوب طيب عندنا زي ما هو واضح من الحقوق التي يجب على صاحب العمل أن يؤديها إلى الموظف إيش هي الأجر أحسنتم الأجر هو أهم الحقوق التي يحصل عليها العامل أو من أهم الحقوق التي يحصل عليها العامل من من؟ من من صاحب العمل يكون استلامه في الموعد المحدد طيب إيش هو الأجر يا عزيزي الطلاب الأجر هو ما نعرفه احنا أو ما نسميه باللغة العامية أو باللهجة العامية هو الراتب أو المرتب فالمرتب أو الراتب الأجر هو ما يحصل عليه الموظف مقابل أداءه لمجموعة من الواجبات والمسؤوليات التي فرضها عليه أهل الاختصاص يتكفل فيها من هو؟ يتكفل فيها صاحب المنشأة أو صاحب العمل لابد لصاحب العمل عندما يقوم هذا الموظف بأداء الواجبات المطلوبة من يؤدى له أو يدفع له هذا الراتب أو هذا الأجر مقابل العمل اللي قام فيه خلال فترة زمنية معينة بأجر محدد وبموعد استلام محدد زي ما قلنا الأجر هو المبلغ أو الراتب اللي رح يسلمه الموظف من من؟ من صاحب العمل مقابل إيش؟ مقابل أداءه لمجموعة من الواجبات والمسؤوليات اللي تكلمنا عنها في التعريف فرح نقوم يقوم باستلام الأجر مقابل إيش؟ مقابل العمل اللي هو سوى مقابل العمل اللي هو كان يشتغله طيب متى يستلم الراتب؟ خلال مدة يتم تحديدها بين صاحب العمل والموظف في الوثيقة اللي راح يوقع عليها اللي راح نتكلم عنها بعد شوي وهي العقد طيب العقد إيش هو العقد؟ عزيز الطالب عزيزة الطالبة العقد هو الوثيقة المعقودة بين الطرفين الطرفين منهم الطرف الأول هو صاحب الشركة الطرف الثاني الطرف الثاني هو من؟ هو الشخص المتقدم للوظيفة فالعقد هو الوثيقة التي تكتب أو تكون معقودة بين الطرفين الطرفين هو الطرف الأول الشركة والمنشأة الطرف الثاني هو الشخص المتقدم للوظيفة طيب إيش الهدف من العقد؟ الهدف من العقد ضمان حقوق كلا الطرفين الموظف وصاحب العمل طبعا الوثيقة هي عقد العمل اللي موجود عندنا هنا نموذج وشكل له عندنا هنا هذا شوف مكتب عندنا هنا عقد عمل عقد العمل زي ما قلنا عزيزي طلاب يكون بين الطرفين عقد العمل هذا ينص على الواجبات والمسؤوليات التي يجب على الموظف أداءها تجاه صاحب العمل وينص وينص أيضا على الالتزامات التي يجب على صاحب العمل تقديمها إلى الموظف فالعقد زي ما قلنا هو وثيقة يتم كتابتها بين الطرفين صاحب المنشأة أو صاحب العمل وبين الموظف ليش علشان يحفظ كل حق يضمن كل شخص منهم حقه تساعد الوثيقة أو العقد يساعد على حفظ حقوق كلا الطرفين عند وجود خلاف لا قدر الله نستطيع أن نلجأ إلى العقد ليش علشان نستخرج ونعرف إيش المسؤوليات وإيش المهام اللي اتفق عليها الطرفين إيش الالتزامات اللي اتفق عليها صاحب العمل والموظف إذا حددناها نبدأ نعرف هل قام الموظف بأداء الواجبات المطلوبة منه هل أدى صاحب العمل التزامات المطلوبة منه تجاه الموظف طبعا لا بد أن نحن نحتفظ بعقد العمل هذا بشكل يعني بشكل جيد ما نرمي أو لا بد أن نحن نحتفظ فيه أمر مهم جدا أن نحن نبدأ في أو قبل التوقيع على العقد لا بد من قراءة هذا العقد لا بد عليك عزيزي الطالب عزيزي الطالبة أن تقوم بقراءة عقد العمل قبل التوقيع عليه طبعا لا بد أن نحن زي ما قلنا تحصل على نسخة من هذا العقد تقوم باحتفاظ فيه في مكان لا يمكنك أنك تنساها أو أنك تضيعها لأن ضياعة قد يؤثر عليك ممكن ما تعرف أنت إيش حقوقك إيش واجباتك هذه الوثيقة أو هذا العقد يساعدك على حفظ والتعرف على حقوقك واللجوء إليها عند الحاجة أتمنى بإذن الله أن نكون وفقنا اليوم في تعلم مهارات تناسب احتياجاتكم أعزائي الطلاب نلتقيكم بإذن الله في درسنا القادم إلى ذلك الحين نترككم في حفظ الله ورعايته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته